من هون ايدي هلأ هاي ديت اشييت لا دايل. كم تير انا لازم كنه دايل منه? كنت دايل. طب ضايل ايش? تثبيت مش بس التثبيت في اشي اهم من التبريد. تبريد. تبريد تمام. لزان هذي هون هذا رح يبدأ يحمر. طب ليش رح يبدأ يحمر دايل تتعرفه? قرور التيار مش لحاله بس قرور التيار شو لازم كمان يكون فيه نعم. لا لا هو مرور التيار صغير. ايش حتى يصير في عندي باور? ايش محتاج تغير القيار? تمام? اذا هذا اللي يصير عندي هذا الديو. يبدأ يمور فيه قيار مش احنا قلنا ايش في عي رح يصير? في عندي باورتش بروك سمناه بفورد. وهذا هون عندي اي دايل الرئيس اللي عمله بيسحبه. هذا مش زيرو. لو انه فيه اف زيرو. قديش تكون الباورة. زيرو. زيرو. لكن هذا مش زيرو. هذا ممكن يكون بوينت سمن مثلا او بوينت ناين بولت صلاة بطمع القييمة من هون. والكارنت اللي مار هون يمكن يوصل في الحالة هيع فكرة مثلا هذا. يوصل ازان تمانية امبير هاي تمانية امبير. اذا 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 او فيه تمانية امبير وكان هون في عيني سمين بولت. كم بولت عملو بتولد بتضيع سر. مضربوك في بعض. مضربوك في ايج بي ايج بي ايج بساوين. ازان عندي لو ثبانية في بوينت سرين تقريبا حوالي ستة بوت خمس بوت. فايب بوينت سيبس مش مش بسيطة لتطعة صغيرة زي هيك. شو راح يبدأ يصير فيها? تكلمت افعى درجة حرارتها. ازان حتى اتخلص من الحرارة هاي مقدر اشبوك هادي على ايش? بقدر اشفك هاكي على قطع حديدية قطع حديدية بتسهل انتقال الحرارة من الدايوت الى الجو لانه مزاعة ستح ها بتكون كبيرة ازا هو كون شفتوا قطع عفوا عفوا انا بحيك حديد الاصدي معنا هي بكون معدة الام من يوم عشان تنتقل الحرارة انا قصد احنا مشكلتنا باللغة العربية لنستعمل كلمة حديد يعني ايش متل 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 تكون مادة معدلة ازا خلينا نتطلع على بعض الاشياء ايش في اشياء بتحبكم نعرفها من الاشياء انتناها بشوي امبير مثلا الامبير اي اخو باشتا ما اطللك يعني هالي شيء رئيسي تماني امبير يعني شو يعني تماني امبير يعني هادا ما تريد ان تشغله باستمرار على اكتر من تماني امبير كنتينووس اه فانت اذا عنده عبلكيكيش فيها عشرة امبير هادا ما تدفع هلا هو بتحمل كبير اكبر من تماني امبير لفترات قصيرة بس مش كنتينووس فالكلمة ايش هي ايا كنتينووس الشيء التاني شو التمامية لها الفولت شو اي فولتش هادا هاي ماكس تمام؟ 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 اللي هو الـ تذكرين حكينا قبل جوي؟ يعني لو أنا عكس مش هو وظيفته هذا الـ الحياة؟ لما نعمل الـ دي مشير الـ اللي بديها ولما أحط عليه شو يعمل؟ يعمل له حتى يعمل الـ هو مش إذا أنا عندي في ألفين بولت ما راح يضل يتحمل وحتى إحنا ما نتشغل حتى على ثمانية يعني إذا بدي إذا بشكل هذا قد ما بدي أكون بدي شغل في خمسمية بدي أترك هامش هامش بدي أترك هامش ما بني إذا ها دول مهمين هدول هم التينية ولذلك اسمه هو من اسمه شو حاطة هو هون؟ التمانية هاي هي أمبر وهذه هون ألف والتمانية هاي أمبر وهذا؟ تمام مية بس هو شائر الصفر الأخير إذا هدول هم التينية الـ هذا يلو رقم وهذا يلو رقم باش تلواحد مهم بعطيني البلوكين كذلك كمان هو هون حاطيت له الترافاست الترافاست معناه إنه هو سريع فبإمكانه إذا كان بلوكين حتى يصير بدواءتها الكاريرز هدول بدهم يتحركوا ها؟ هذا الوقت كمان موجود بس هذا ليس كونه سريع هلا بتشوف أديش هذا الزمن اللي موجودون أديش بدو وقت حتى أي الترافاست حطيت حول لـ بدو حوالي 7.5 نانوس نطلع على أشياء تانية أيش المية وخمسة وسبعين سلسيوس اللي هون؟ مية وخمسة وسبعين درجة أي درجة حرارة؟ تبعت الجونكشن تبعت الجونكشن في الداخل مش تبعت الكيس من بره تبعت الجونكشن من الداخل فلو جيتنا طبعك على جونكشن في داخلها ما نازل نزيد هاي درجة حرارة عمية وخمسة وسبعين درجة مئوية ولا بتخرب هاي الجونكشن الشيء الثاني كمان الباكيج هذا الشكل للباكيج العلبي هاي لها اسم ممكن إيش تبعت نظر ايش هي دايور بلا ثايرستر ولا ترانستر هاي الباكيج اسمها تي او ميتين عشر جديد هاي الباكيج اسمها تي او ميتين عشر جديد هاي الكيس ممكن حط فيها اي شيء كيف انت عندها بردات بتجيب انت اغربة وتحق فيهم اشياء وتدري فيها صندوشات وتحق فيها اراءة العلبي هاي نفسها مش مرتبطة بايش بتحق فيها العلبي هي الى الباكيج المزبوط هاي العلبي الشكل هذا اللي هون الكيس هذا بخصو شكل هون الاربعة ايش الاربعة هاي اوتو لا هاي انه تفريد او عنا اهربائيا التفريد بايش مشبوك في الانو دولة في الكاثورد بالكاثورد بالكاثورد بس حتى تكون عارف مرات انت من كانت ذكر حابب انك تاخد الكونيكشن تبرتك من هون مش من واحد هاي كهربائيا هي للحرارة مزبوط بس هي كهربائيا مش معذولة على الدايود هي مشبوكة مع واحد منهم اللي هو الكاثورد في الحال هاي لأو سنشوف ادياش انا بحب انه كانت اديش يكون مثاليا و Matter على الدايود فمثلاً لو جينا تطلع على هون هل عندي دي سي بلوكين بولتج هاي هم اللي حكينا عنهم التمامية والآلفي اللي هو هادا اللي بريك داون او ديش هو بيضر يعمل بلوكين لفولتج ربيرس بولتج هاي الفورد كرينت تبعه اللي هو بشتغل عليه تمانية هادا الكونجينووس هلا هو ممكن يجي بيك احياناً لقيمة 16 بس بش باستمرار ممكن احياناً اذا اجاه لفترة بسيطة جداً ممكن يتحمل لحد ميت امبير لفترة بصيرة جداً بس انا ما بصير اصمم معي بصمم على تمانية امبير درجة الحرارة نفسها يعني بخزله وبشاكله ما بصير الجنكشن هتزيد حرارتها عن مية وقمسة وسبعين ولا تنزل عن خمسة وستة هادي الثيرمال رزيستنس الثيرمال رزيستنس هي اديش سهولة اتقال الحرارة من الجنكشن للكيس وهاي بتاخدوها اذا بتاخدوه الثيرمال بتاخدوها بالثيرمال رزيستنس فيه حسابات بتنعمل عليها حتى احسب قديش درجة الحرارة وقديش قيمة حجم الهيت سينك اللازم اركو الماكسيما مستنتينيس فورورد فولتج هاي الفورورد فولتج لاحظوا الفورورد فولتج هون اعلى من القيم اللي حكينا عنها ليش لانه هذا مش تحمول السيجنب بايت قديش هاي القيم اللي كنا نحكي عنها شوي بالفورد فولتج هاي هون اللي قديش وعفكرة بتحتمدها ايش على الحرارة لما تكون الحرارة اعلى بتصير الفولتج اقل لانه رزيستنس بتكون اقل هاي عندي هون اللي هو هذا النيكش كارنت هو مسميهون رفيرس كارنت وزيد الحرارة بزيد كانك بضيان اللي يجزها قيمتها تقريبا اه 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 هون فيه اشياء تانية عن واشياء زي هيك بس اللي بهموا هدول الاساسيات اللي حكينا عنهم. ماشي واضح في عليهم اسئلة. ازاً عندنا هاي المهمة بيهمنا بشكل رئيسي. شو الاشياء الرئيسية؟ بهمنا بهمنا الرييتيت كورن ثبعه والبلوكين فولتش. بعدين بيهمنا الفورورد فولتش. لابيكون هو الوان اديش الولتش هون والليكيش كورنت. هذول تقريبا هم اهم. وزبنا ناخد مثلا الريكووري تايم. اديش بتو زمن حتى يعمل. الثيرمل ما رح نقول احنا بالثيرمل. بس الثيرمل هي مقاومة حرارية. كديش? كل ما كان اقل المقاومة الحرارية معاناها اسهل انتقال الحرارة من الجمشن للكيس. ليش كيف نحن انتقال الحرارة بسرعة من الجمشن للكيس؟ عشان اقد بردو. كل ما كانت اقل هذه البردسيستنز بسير اسهل انتقال الحرارة. ما شكرا. في اسئلة على هذه الديتش.